سؤال رقم 9 في سؤال رقم 9 طلب منك تعبئة الأبيات الخاصة بسجل configuration أو سجل إعدادات المادية كما نلاحظ أن سجل إعدادات المادية يحتوي على 14 بيت وكل بيت لديه مهام انطلاقا من قيم المعرضات نلاحظ أولا بيت صفر وبيت رقم 1 FOSC0 وFOSC1 هم يبينون نوع المذبذب الذي يغذي الميكرو المرق كما تلاحظون في الجدول توجد أربع أنواع من المذبذبات مذبذب الأول في حالة خلية AC في هذه الحالة تملى FOSC0 برقم 1 وFOSC1 برقم 1 حالة ثانية إذا كان نوع المذبذب HS تملى بصفر 1 في حالة ثالثة عندما يكون نوع المذبذب هو Quartis في هذه الحالة FOSC0 تأخذ بقيمة 1 وFOSC1 تأخذ بقيمة صفر ودائما نغذي الميكرو المراقب بQuartis والحالة الآخرة LP تأخذ القيمتين بصفر الصفر البيت الثاني WDTU وهو تفعيل مؤقتة أو مؤقتة حراسة كل الحراسة إذا أعطينا لها قيمة 1 تكون مفاعلة إذا أعطينا لها قيمة صفر تكون غير مفاعلة أما بWATU منفية التي تعمل في المستوى الأدنى فهي خاصة بتفعيل تأجيل تغذية إذا أعطينا لها قيمة 1 تكون غير مفاعلة إذا أعطينا لها قيمة صفة تكون مفاعل وآخر أبيات هم CP من بيت 4 إلى بيت 13 وضيفتهم حماية شفرة برنامج مخزنة في ذاكرة من القراءة إذا أعطينا لهم قيمة صفة فتكون كلها مفاعلة إذا أعطينا لهم قيمة 1 تكون حماية غير مفاعلة لكي نملأ CG Configuration نذهب إلى سؤال 9 قال لنا في Configuration CP OFF غير مفاعل Oseator المذبذي بنوع XT تفعل تأجيل تغذية PWRTO OFF غير مفاعل WDT OFF كذلك غير مفاعل وهو كلب الحراسة أو مؤقت الحراسة ننطلق بما أن CP OFF حماية غير مفاعلة عندما تكون غير مفاعلة تملأ الأبيض بقيمة 1 لذلك من بيت 4 إلى بيت 13 نملأها بقيمة 1 2 تلاحظون أن نوع المذبذيب هو XT أي Quartes في هذه الحالة نوع المذبذيب هو Quartes إذن FOSC01 وFOSC01 سيفر بهذه طريق ثلاثة PWRTO تلاحظون أنه غير مفاعل OFF في هذه الحالة تأجيل غير مفاعل وبما أن تأجيل غير مفاعل فإن PWRTO تأخذ قيمة 1 منطقي وآخر بيت وهو بيت WTO قال لنا أن WDTOF أي غير مفاعل في هذه الحالة غير مفاعل يأخذ قيمة 0 بهذا الشكل ملاحظة إن أسهل أسئلة في الميكرو المراقب هي الأسئلة التي يطلب منك تعبئة السجلات فهي أسئلة مباشرة يعطيك قيم أن تتدرسها وتنقلها مباشرة إلى سجلات مثل سجل إعدادات مادية أو سجل Option أو سجل 3R أو 3B إلى آخر